المجاهد والعقيد في جيش التحرير الوطني عمار بن عودة في ذمة الله بعد مسيرة طويلة من الجهاد والنضال الماريرين ضد الاستدمار الفرنسي الغاشم بمدينة عنابة وفي السابع والعشرين سبتمبر من العام الف وتسعمائة وخمسة وعشرين ولد المجاهد بن مصطفى بن عودة المعروف بعمار بن عودة بين سنتين الف وتسعمائة وستة وثلاثين و الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين ومع ظهور الحركة الكشفية انخرط الراحل في فوج المنا اين اصبح يعمل في هذا الحزب بسرية الى ان القي عليه القبض رفقة مناظلين لأول مرة سنة الف وتسعمائة واربعة واربعين اصدرت السلطات الاستدمارية وقتها الحكم بالسجن عليه مدة عامين وستين الف فرنك فرنسي كغرامة وخمس سنوات كمنع للإقامة فور خروج الراحل ورفقائه من السجن استدعاهم الحزب لاستئناف النشاط النظالي الى ان انعقد مؤتمر الحزب في منتصف فيفريل لانشاء المنظمة الخاصة اين اتصل الجلال بالحاج ببن عودة واطلعه على تأسيس المنظمة والاهداف التي ترمي اليها كما اخبره بانه وقع عليه الاختيار ليكون مسؤولا على التنظيم عن قطاع عنابة وضواحيها وصل بن عودة نضاله الى ان قبض عليه للمرة الثانية سنة الف وتسعمائة وخمسين اثر عملية تبسى ليسجن مدة ثلاثة عشر شهر في استجن الكبير بعنابة ما بين الف وتسعمائة وخمسين و الف وتسعمائة وواحد وخمسين اين تمت عملية الهروب مع رفقاء الاخرين انضم بن عودة الى اللجنة الثورية للوحدة والعمل بجانب زيغود يوسف وديدوش مراد والتي تكونت نتيجة الازمة التي كان يعاني منها حزب الشعب حركة انتصار الحريات الديمقراطية انذاك سعى البطل بن عودة وكل من زيغود يوسف الى المشاركة في بلورة فكرة اندلاع الثورة حيث كان بن عودة من بين الذين شاركوا في اجتماع الاثنين والعشرين اضافة الى هذه المشاركة ساهم في كتابة بيان اول نوفمبر بعد اندلاع ثورة اول نوفمبر اجتمع زيغود يوسف وبن طوبال وبن عودة لتقييم الوضع خاصة بعد استشهاد عددا من المجاهدين على رأسهم باج مختار وديدوش مراد واعتقال اخرين تواصلت نشاطات سيعمار الى ان شارك في مؤتمر الصمام في العشرين اوت من عام 1956 الذي يعد حسب رأيه بمثابة بيان اول نوفمبر ثاني كان للراحل علاقات مع الطلبة ومناظر مكتب جبهة التحرير الوطني في لبنان بعد انقذاس عمار ثلاثة سنوات في بيروت عاد الى تونس واصبح مسؤولا عن التسليح والاتصالات العامة ثم شارك مع الوفد الثاني لاتفاقيات ايفيان وعين كممثل لجيش التحرير الوطني عاد الراحل الى الجزائر في مارس من عام 1962 برفقة الرئيس الراحل هواري بومديان بعد الاستقلال تقلد منصب ملحق عسكري في القاهرة باريس ثم تونس وبعدها سفيرا في ليبيا سنة 1979 الى ان وفته المانية اليوم عن عمر يناهز 93 سنة رحم الله الفقيد والحقه بشهداء الابرار اشتركوا في القناة